اشتركوا في القناة 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 نشوف يا أصدقائي كيف الوضع مع الايكيه الجديد سكن الايكيه الحب وين هاد هو طيب عن جد شكليا يا أصدقائي فعلا رهيب شوفوا كيف يطلع منه قلوب يطلع منه يعني تأثيرات خرافية عن جد بسكن ونجيبوا معنا باللوب يا أصدقائي مع سكن هاد جديد اللي اشتريناه رح يطلع شيء أسطوري بما أنه نفس الألوان الثنين يا أصدقائي خلونا نشوف والله نفس الألوان شوفوا عن جد شيء أسطوري فطيب أصدقائي نشوف رح نجرب هاد سكن اول شيء رح نجرب هاد سكنه بساحة التدريب بس نشيل بس الأوتومات طيب رح نجربه بساحة التدريب على السريع هيك لأنه ما بدي الفيديو يكون عشرين دقيقة يا أصدقائي رح نحاول على السريع طبعاً هو بساحة التدريب رح يبين يعني اللي هو فيه الدقة اثنين زايد والدماج واحد زايد فلازم يكون الدمج تقريبا لازم يكون 37 أو 38 الدمج دمج تسعة وتلاتين تسعة وتلاتين تابت الدمج يعني هاد شي عم جد وسطوري والهدتشوت ٢١١ فولله عم جد مبيين سكر رهيب يا صديقاي صراحةً ٢١١ تشوت ٢٢٠ ٢٢١ تقريباً ٢٢٢٢ بـ ٢٢٢٢ طبعا ما رح اكمل الجيم لانه بس انه دخلنا سريع متل ما حكيت انه رح نجربه بس بساحة التدريب وخلونا نرجع اللوبي مرة تانية وكله يا صديقاي رح تبدأ المقارنة بين اي كي الحب اي كي 47 الحب وبين الاي كي دراجون دعونا نروح لعند الاسلحة يا صديقاي ولعند سكنات الاي كي ونبدأ المقارنة بينهم اوكي اين سكنات الاسلحة اوكي هذا هو السكن جديد مثل ما انتم شايفين هذا رح نقارنه حاليا مع اقوى سكن للاي كي سكن الخرافي الاستوري ولي هو الاي كي دراجون طبعا كنا بنعرف خاصيات الاي كي دراجون فيه الدمج اثنين زايد وفيه السرعة واحد زايد وبالنسبة لالعاب المخزن واحد ناقص كن جديد فيه وعيب المخزن 1 ناقص فاخلونا ما نتكلم على العيوب لانه هاد اصلا ما يعتبر عيب لانه السلاح بعيد مدى يعني اوكي بالنسبة للمميزات صراحة ان الدمج شي رهيب يعني هاد الشي اللي بيخلي الناس تفضل ايكا دراجون دايما وانا واحد يعني دايما بحب افضل ايكا دراجون لانه فيه الدمج 2 زايد وفيه السرعة 1 زايد يعني السرعة ومع الدمج هدول اشياء فعلا مسطورية يعني اللي قدامك خلص بس تضربه دمج 2 زايد وسرعة 1 زايد ما رح يلحق يهرب خصمك يعني فورا رح تجلده اوكي فهذا كان بالنسبة للاكا دراجون وبالنسبة يا اصدقائي لسكن الاكا الحب هاد جديد طبعا شفنا خاصيته قبل شوي فيه الدمج للأسف بس 1 زايد وفيه الميزة الثانية والهي الدقة 2 زايد طبعا هاد السكن ما رح احكي سكن خيص صراحة السكن كويس بس المشكلة فيه لو كان الدمج 2 زايد والدقة 1 زايد رح يكون شي فعلا اسطوري لانه الاكايا الاكايا بيحتاج دمت طبعا هاد الشي انا دايما بكره بالاكايا دراجون انه ما فيه دقة يعني الاكايا دراجون اذا ما كان عليه متبت تري فسلاح فاشل يعني اوكي ولكن بالنسبة لهذا السكن تبع الحب فيعني حتى بندون متبت مبين عليه انه خرافي ولكن بيظل الاكايا دراجون هو افضل سكن للاكايا يا اصدقائي وهاد الشي كمان ما بيعني انه سكن جديد اللي نزل خايص لا ابدا هاد السكن رح اقيمه يا اصدقائي 8 من 10 اوكي عن جد بيستهل 8 من 10 و8 من 10 تقييم مش قليل ابدا يعني هاد الشي بيعني انه هو سكن اسطوري فاللي حاب يجيب هاد السكن يا اصدقائي بنصحكم هاد السكن عن جد يعني فيه دقة 2 زايد هاد الشي فعلا اسطوري يعني بالاكايا لما تكون الدقة 2 زايد متل ما شفته بيدمج 39 يعني ما في طلق بيهرب انه بيجي دمج اقل الدمج 39 كامل يعني فهاد الشي فعلا اسطوري وطبعا الاكايا دراجون انا حكيت قبل هيك وقيمته 9 من 10 وهاد رح اقيمه 8 من 10 الاكيد الاكايا دراجون بيظل افضل سكن للاكايا يا اصدقائي يعني تقريبا سنة كاملة والاكايا دراجون محتل مركز واحد بالسكنات الاكايا يعني سنة كاملة ما نزلوا سكن اقوى من الاكايا دراجون اوكي فطيب بالنسبة لسكن جديد متل ما حكيت اللي حاب يجيبه فسكن اسطوري بنصحكم فيه ولكن اذا رح تسألوني من الافضل اكيد رح احكي الاكايا دراجون يعني وطيب اصدقائي فهاد كان الفيديو اليوم بتمنى هاد الفيديو كوننا لعجابكم بتمنى تكونوا منسيت وتحطوا اللايك وتشتركوا في القناة ده ما كنتم مشتركين تفعلوا جرس تنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن فري فاير وبالنسبة للمصابقة اللي حكيت عليها ببداية الفيديو المصابقة رح تكون على الفير باس القادم بإذن الله بعد تسعة ايام رح ينزل الفير باس فشروط المصابقة تشترك بالقناة اليوتيوب تفعل جرس تنبيهات وتاني شرط تتبعني على انستجرام والمصابقة اي اصغر رح تكون على حسابي على انستجرام ورابط حسابي على انستجرام رح تلاقوه تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس فشرطين سهلين وبعد تسعة ايام ان شاء الله بس ينزل الفير باس الجديد يا اصدقائي رح تكون هاي المصابقة بروم طبعا رح اطيكم موعد قبل ما افتح الروم بخمس ساعات بست ساعات بقولكم انه الروم رح يكون بعد خمس ساعات او بعد ست ساعات وبالموعد اللي انا محدده وبفتح الروم بنزل ستوري فيه الاي ديو كلمة سر طبعا لازم تكون سريع من اول يشوفوا الاي ديو كلمة سر عشان تقدر تاخدهم وتشارك بعد ما امتلى الروم رح نقول جو واللعب رح يكون على المراكز الاولى المركز الاول والتاني والتالت هم اللي بكونوا الفائزين ولكل اسطورة فيهم رح يشحلوا الفير باس باذن الله فسوه اصدقائي هاي كانت المصابقة ده كنتوا حابين تشاركوا فيها فمرة تانية رابط حسابي على انستجرام تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس وصوه نلاقيكم نكون وصلنا نهاية الفيديو كان معكم علي عمار واشوفكم ان شاء الله على خير اشتركوا في القناة